أنا حنان عندي 34 عام في عمري مهنديسة تنخدم في شركة كبيرة وضعي المالي مزيان وبخير من كانت عندي 8 سنين بابا تخلى علينا خلانا أنا وماما وختي الصغيرة وفاء مشاف حاله بدون ما يطلق ماما أنا ذاك الوقت ما كنت عارفة أولو فليني كنت نرى هم تدابزوا بزاف وماما ديما تدعي في بابا كانت يضربها تيدربها قدامي وتعايرها ومن اللي كبرت عاد عرفت بأن بابا كان مع واحد المصخة واحد خيتي شاده شدت العناف الضلمة سمسرات ومخلات لي حتى ريال أما احنا مساكن ما كانش تيصرف علينا ما كانت يسول علينا ما كانت يعرفنا واكلين ولا شاربين واش تمشي والقرايا ولا متنمشيوش كنا غير كارين وحيت الكرغاني وماما مخداماش تلقنا لك الدار ومشينا عند خالتي نعيشوا معاها حتى نلقوا شي حل خالتي كانت على قد حالها وإلا ما خفتش نكذب كانت تكفس منا دوارتها غي صغيرة ورام قدهاش حتى هي ولا إني ما عندنا حتى حل آخر اي واش هنقول لكم واش ندوزة علينا هاد خالتي تمارا ديال المعقول أنا واختي الصغيرة تشفاف تصبين اغسل الماعن حتى منزب الحشا وجهكم احنا ليتنخرجوه في الليل وما تتحنش علينا تتقول السع مرة يطلقهم شي واحد يتكرفص عليهم لا 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 تتعي يا ماما ما تقول ليها يا ودي خليه حتى الصباح أنا نخرجوه تتقول لي لا خلي البنتي خرجوه ما لهم شيطرة ليهم وبناتها قالسين تحتها ونحن واختي ضربنا الجايحة بحالي تقولوا تنخلصوا بضريبة لأننا قالسين معاها يقول لي ماما تقهرت علينا شافت تعيات وهي تعريع لكتافها وخرجت ضبطر على خدمة على الأقل لقى شي ضويرة أصغيرة ونكريبهم قدوا عليها وما يبقى يتجمل علينا حد وبعد شهر ديال سيرو أجي ماما قدرت تلقى واحد الخديمة كونسيارج ديال عمارة وخاذ الخدمة تدروها غير رجال ولاني ماما طلبتهم قلت ليهم شوفوا داك الشي اللي تدير الراجل غن ديرو حتى أنا وبغاو ايوى الحمد لله قدرت جيب مصيرف كرينا واحد دويرة صغيرة 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 فوق ما تتخيلوا المهم تجمعنا فيها وتسترنا وذلك الساعة صممت باش نكمل قرايتي رغم هالظروف كاملة كنت نشوف بأن قرايتي هي الحاجة الوحيدة اللي غادي تنقضني من هالحياة ديال الزلط والفقر كنت بغا نعيش في حد مستوى راقي كنت بغا نفضل فقر من على كتافي كنت بغا ننقض ماما ونعوضها لليام اللي شافت مع بابا كنت بغا هاتلبس حوائج زوينين كلبس جلابة زوينة وما تبقى تلبس الشياطة ديالخالاتي تيعطيوها الحاجة وتيتبعوها بالمنان عيت أنا من هالوضع بغيت نعيش في وضعية أخرى وباش نعيش في هالوضعية خسني نقرأ ايه وداس ليام وداس الأعوام وكبرنا أنا واختي وفاء اختي وفاء ما قراتش ما كانش عندها الرأس ديالالقراية كانت تفكر غير في الزواج صبح الله عندها العقلية ديالبابا أول واحد تقدم ليها قالت بسم الله كنت يسحبت ليها هذا أول فارس اللي جاي على الحصال الأبيض باش نقضها سبا من الفقر ويعيشها في الأحلام الوردية صبح الله العظيم كنت تتحلم غير حدا رجليها أما أنا كنت عندي قناعة وحدة أخرى كنت تنقول إلا بغيت نطلع فوق وجه الأرض ونحس براسي راني كاينة ما غير عاوني حتى واحد لا راجل لا زواج لتحاجة سأقوم بمجهودة الخاصة كنت تخصي وفاق بواحد السيد بيع وشرعي وأنا تخرجتك العام مهندسة كنت تخرجتك العام مهندسة كنت تخرجتك العام مهندسة ما سأقول لكم أراني خدامة وخصني ضروري نعاون الوليدة اللي تمحنت علينا اختي وفاق ولدت من بعد جوج وليدات وحلات في المسؤولية ديال الولاد حيث الراجل اللي كانت معاولة عليه طوارج ليه وما بقاش بغي خدم لا في بيع ولا في شرع ديك الساعة أختي وفاق مضطرة باش تخرج تخدم وحيث هي مقارياش غتقبل للي كان ما خلت مسكينة فين خدمات المحلابات تحت تحرقوية ديها الجفاف حتى طاب قلبها تكرفصات تكرفصات والراجل ديال آخر الزامن أمكان مش فضع بتيشد حتى أولاده أولاده قال سن معانا مع ماما هي اللي مكلفة بيهم تلبسهم تغسليهم تحضيهم وآنا أختهم مكلفة بالمصاريف وميخفاكمش المصاريف ديال جوج دراري كسوتهم ماكلتهم سقاطة ديالهم وعاد زيدوا قرأتهم قيت أختي مسكينة هزت يديها أنا اللي تنتكلف قرأتهم دابا وتقرأ وقال لك سيدي في المدراسة بريفي ايوه واشنقول لكم أخوتي الفلوس اللي تتجيب أختي ياربي ياربي ياربتي قد دودك سبع البورون باديالها قيلس في الدار خاصوا الحمام القهوة الحسانة يحس إن شاء الله بلا ما ايوه يا أخوتي المصاريف كلها مكلفة بيها أخدكم حانان من الصغيرة حتى الكبيرة والعجب أن ماما قاعة ما تتعترف بهذا الشي تخيله ماما ما تيبقىش فيها اللي تيعطي تيبقى فيها اللي تياخد هو اللي تتحس به ضعيف مسكين وما عندوش وتتقاتل مع الزمان باش يجيب الريال أما مسكين اللي تيعطي هذا كراها عندو بيخير عليه ومخاصه خير وصبح الله شوفوا الآية كيفاش تقلبعت أنا ما فهمتش لاش ماما تتحنى على أختي وما تتتحنىش ديما ما عندهاش خاصها مسكينة تتعيى ما الدمار وما تتلحق الوالو أما البغل اللي هو أنا غا يوجد كتافه ويزيد يخدم ويقول ما خدمت ايه والمشكل كون وقف غير هنا فنحن لاباس ورهزة تطور رجل أختي ولا تنغزها حيث هو اللي يقررها وهي تابعه تقول لي هتسلفي من عند أختك واش بغتي الكري تزاد علينا ويتجمع علينا وبطبيعة الحال تتجيتها تبكي الدموع والخناين وحالتها حالة ماما ما تتبغيش تشوفها بحال هكك تتقول لي يا ابنيتي ديري غا على وجهي ديري بحالي سلفتيني أنا وما نكتبش عليكم أخوتي أنا ما تنقدرش تتجيني حتى الوليدة وتنستطوبي تنعطيهم أي وشهر على شهر حتى أقول لها هذه الكرة مفروض عليها ما تتبغيش ندير مستقبل 34 رأني قربت نكملها وندخل في 35 وباقي أختكم مديرة تحاجة في حياتها تنخلص تتجيني أنا والوالدة والكرة والأختي هي الشحط والمصاريف والأختي والقراية والأولاد يعني ما نقول لكم المانضة تدخل تتمشي هكذا كما تنفهم ولي والوالدة تكبر والمتطلبات تكبر وباهم طاوة رجلي لقيها برد بحال تقول هذا الكرة أولادي أنا لا يجعلونيش نزيد القدام لا يجعلونيش تأنا ندير داري ندير وليداتي لأمرتي يجريها عباد الله عيتما نصبر عيتما نقول رضاة الوالدين ولكن هذا الشيئ راح بزاف بزاف بنادم من حد وحاني راسه ولا خرط يتسارجي فوق كتافه بزاف ايه واش نقول لكم أخوتي كل مرة نقول غن دير حل راسي وما غنبقاش نعطيهم ولكن الوالدة تتوقف لي وقفت الصح تتقول لي يا واش انتي تستطيتي بغيتي خالاتك والناس وجيران يضحكوا علينا يقولوا بنتهم تخرجت مهنديسة وما بقى نغرقن في الفقرة واش هنقول لكم الوالدة تنحشم منها وما تنقدرش نخصر لها خاطرها هي اللي عندي واخا تقول ضحران ما تنحملش فيه الشعرة ديرني ضحكة ايه وعلى وجه الوالدة وعلى وجه الوليدات اما اختي والله ما تنذير على وجهها والله تب حاله تتموت على السعاية انا انا احدا اللي بغيت نعرف على اختي وغيت نعرف لشي لاسقى على هذا الرجل وقالس طاوير رجليه ما عنده مستقبل وهي لاسقى عليه لسقط العمر في الظلمة تتشوف فيه وتقول نهار طلع ايه هاد كل اللي عاودته يتسرط بجه مدلمة واجه وتسمعوا لي تستاج الوحش هو نهار اللي جات عندي اختي وسبحالله اعرفتوا كيف اشتجي عندي تتلبس تتلبس توني ديال السعاية واحد العكثة واحد الشالم غير واحد جلابة تتلبسها سبحالله اللي تتكون بغى الفلوس اما بعض المرات تنطلقها على غفلة اشن اقول الجلابة على حقها وطريقها لا لدي حتى انا اللي سأعطي الفلوس جيت من الخدمة لقيتها هي وماما تدير القوت المهم قالسة ومنزلة الشال على عينها وحشمانة دخلت حييت حواجي ولبست بيجامتي وخرجت قلست معهم غير بدأت الوالدة تتعرض علي بغيتي القهوة ومسمن بغيتي العسل اعرفت القادية حامضة قلت لي يا كلاباس الوالدة مالكي الوالدة اخرجي مرونتك شنو كين قلت لي يا ابنيتي هارضة هالصخت سنصبقهم لك هم اللولين قلت يا الوالدة كين قلت يا أختك واقف عليك ما كين لماذا واقف عليك قلت ماذا فيك غيه هذه المرة وما عمرها ما زالت دور بك انا قلت يمكن بغيتي 200 درهم 300 درهم حتى 500 درهم قلت لي ما مشكل قلت لي وعرفت ما حال بغيت أختي ما بطع وينات هو ساكت قلت لي ما حال بغيت قلت لي عرفت الوالدة ما قدر تنطق بها قلت ما حال بغيت قلت لي عشر المليون قلت لي وين لي عشر المليون أخو كانت عندي عشر المليون كل در طر يحل أنا نيت قلت لي شوفي غير سلف وأنا الضامنة وراجلها مع أختي حتى أختي بقيت معنا ثلث أيام حلفت لا تمشي تدي معها الفلوس في يديها وابقت ساكت هذا الهضر أخلي تغير في قلبي لا أريد أن أقول ها لصحباتي لأنهم سيضروا في يمز جيد سيقول لي أنت مصد أختي أما أنت ربي كم أختي بقيت ساكت أختي وكن سحبت لي يا أختي وقلت لهم كانوا سيوقفوا لي الودنين وسيقول لي رضي بالك هذا سيبتز ك ويدي لك فلوسك عاين باين وحي تبقيت تنفكر غير راسي وراسي بدت يقول لي غا السقعة رأى الوالدة هذه ورضات الوالدين والوالدة إلا كانت ناشطة حتى أنتي ستكوني ناشطة صحفي أختي ضخت سلفتهم الفلوس بشيت سلفتها أنا من البنكة وجبتها ليهم عرفتوا الوالدة ولت منفخ علي وليت نطلبها بش نعطيها الفلوس وفي الأخير العشرات المليون وتخيلوا حتى المشروع اللي غا يديروا والله ما عرفتوا شنو هو بالتدقيق ما فهمت والوالدة كل مرة الوالدة تقول لي حاجة وحتى أنا ما بغيتش نسقصي ما عندي ما ندير به يا ربي غير يزيدوا القدام وفلوسي قتلي الوالدة أعرف فيها عندي وهم رغى يبدو يخدموه شوية وكل مرة يعطيوني واحد القدر دي الفلوس سنجيبوليك المهم شدوا الفلوس وبدأت النعمة تتبانع عليهم ما منك يا الباس وما منك يا تصافر ويا عراضات تخيلوا تردقوا الفلوس في واحد المدة قصيرة ما فيتاش لتشهور وبقاوا على الدص وبقا تخذكم حانا تتخلص في الكريدي ايوة من اللي دخل معي الماضي وبدأت نشوف صحباتي والبند اللي خدامت معي كلهم داروا المستقبل وداروا ديورهم وداروا ولداتهم وانا رجعة غير لور لور خدام على أولا الناس وعلى رجل كتافوا يعشي وضوار حبست كل شي وقلت الماما شوفي انا من الآن فصائدا ما غنخلص حتى ريال على أختي ورجلها وولادها صافي اعتبريني بالنسبة لهم مت عيت أخوتي وشنا نوقف الناس نخلي راسي العمر تيدوز ندخل في الربعين غمض عينك الخمسين وانا يا معمرة عينية بوليدات الناس بولاد هدك خينة اللي ما يصوه ما يصلاح ما تيقول هش في حتى زوين ومن ديك الساعة أخوتي والله تقلبي تيدرني من اللي قنقول لكم أن الوالدة ديالي تعتبرني مسخوطة ونقل معها اللي درت مهلي فيها ما خلي التحاجة اللي تشتاق ليها ولا تبغيها اضطت هذه العمر بزز لم أرغبت كون صابت فلوس العمر نعطيها الرجل والأختي و و اضطت و و دوز عمر من دك الش رفاح و من مرتاح و مراضي علي و انا بصح مسخوطة او ماذا سنفعل اراني الوالدة ديالي ديالة معها فوق الجهد و يارب تسمح لي اللي سنهضر لها داب بغيت نعرف الاراء ديالكم ماذا سنفعل و كيف نتصرف و ماذا نقلع بالأختي لكي نكسب الرضا او نجمع الدي ونرى مستقبل ديالي عييت اخوتي وحرت ما عرفت ماذا سنفعل هي ماما الحاجة الوحيدة اللي سترضيها في الدنيا هي انني نصرف على أختي والعائلة ديالها و إلا سنقبح الها ديما عيش معها في العادل قلت لها شوف يا ماما سنصرف عليها بشرط واحد هي انها تطلق تجيب وليداتها وما سيكون غير خير ما نجمع لها محتاجة حتى حاجة لا هي تجرحني يا أخوتي حتى أصلا الهضرة الماما معي ديما تجرحني بحالة تبقى تبين لي أن لا نرى ما يراد يشعلك قلت لي بركة علي بايرا واحدة في الدار بغيت تقول عندي بايرا ومطلقة وتخيل أخوتي واذا هذه كلمات تقال الإنسان ضيعت وقتها كله على أختها وراجلها وأولادها كرة أنا تزوج تدرت ولادي ما نبقاش هكا بايرا وأول وحدة تعيرني بها هي الوليدة ديالي دابا بغيت نعرف حاجة وحدة وش أنا مسخوطة أو للا مع العلم أنني تنعمل الوليدة ديالي بما يرضي الله إلا هذه المسألة ديال أختي كانت معكم الأخت حنان تتحكي القصة ديالها والمعاناة ديالها مع الأم ديالها شكرا على الاستماع ديالكم وإلى اللقاء في قصة مقبلة وبسلام عليكم